خلافات الموازنة تلقي بظلالها على الواقع السياسي بين حكومتي بغداد وأربيل إذ إن مصير برلمان كردستان العراق أصبح معلقا بالوصول إلى اتفاق حول بنود الموازنة بين الأحزاب الكردية وحكومة الإطار التنسيقي المحكمة الاتحادية تغر بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان العراق لسنة إضافية فيما اعتبرت أن كل القرارات الصادرة عنه منذ شهر تشرين الأول الماضي باطلة حيث مدد برلمان كردستان العراق ولايته أكثر من مرة خلال السنوات الماضية على خلفية خصومات سياسية داخلية تتمحور حول تقسيم الدوائر الانتخابية بين الحزبين الكبيرين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يترتب على هذا القرار اعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان كردستان العراق منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها واعتبار كل القوانين الصادرة من برلمان أربيل لا يعتمد عليها سواء فيما يخص محافظات شمال العراق أو التي تخص العلاقة بين بغداد وأربيل قرار المحكمة الاتحادية ظاهريا يبدو وكأنه متعلق بالطعونات التي قدمها معارضون في كردستان العراق لكن إقراره له أبعاد أخرى يراها مراقبون تتعلق بالموازنة حيث تريد حكومة بغداد من خلال هذا القرار الضغط على حكومة أربيل للموافقة على الموازنة بشكلها الحالي المتضمن إخطاع مبيعات النفط في شمال العراق لشركة سومو وذلك يعني أن أربيل لن تدير ملف النفط بمفردها الخلافات والمشاكل التي تثار بين فترة وأخرى بين بغداد وأربيل ليست وليدة اللحظة بل هي استمرار لمسلسل لا ينتهي ما دامت المصالح هي العامل المشترك بين الطرفين إذ إن كل الطرف يريد حصة الأسد من النفط وطالما أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق مرض فإن الموازنة ستتأرجح على حبل التجادبات السياسية بينما الأزمة الاقتصادية تتفاقم وتفتك بالمواطن العراقي